السلامة الخير عاملين ايه? اتكلم في الفيديو عن توقع برج الحوت لتاني اسبوع من شهر ستمبر 2022. انا هتكلم عن الجانب اه المهني والجانب العاطفي بخصوص العزاب والمرتبطين والمتزوجين وكمان الجانب العائلي والجانب المالي. مش عايز اتقول عليكم اه لو انت اول مرة تشوفوني انا قناتي مش ابراجه بس انا كمان احيانا بعمل فيديوهات معلومات عامة تقدروا تاخدوا فكرة عن الفيديوهات من لنك الفيديوهات اللي هسيبه في الوصف في الديسكريبشن تحت. اتمنى يعني الفيديوهات تعجبكو. يلا بينا نبدأ وهبدأ بالجانب المهني. الجانب المهني. الحاصل هيكون مع موليب برج الحوت في الشغل تاني اسبوع من سبتمبر. ولكن في حاجة مهمة جدا وهي انك آآ لازم تخلص الشغل المؤجل. يعني في القريط يعني من ضمن الحاجات اللي هيتساعد اني الاسبوع يبقى كويس اني موليب برج الحوت هينهو المهام القديمة في عملهم. آآ اي شغل مؤجل انا بشوف ان ده بيبقى طبعا الكلام ليك وليك يعني كلام الرجال سيدات شباب شبات آآ اي شغل مؤجل انت هتلاقي نفسك انت مأجله بس هو متراكم عليك وفي نفس الوقت هو على قد ما انت مأجله على قد ما هو هنا خلي بالك يعني انت هتلاقي نفسك برضو الشاي الهمه. اخلص منه عشان تفوق. الشغل اللي بتأجل بيبقى مش لطيف كمان ممكن يعمل لك مشاكل. ممكن يتسبب لك في غلطة قاتلة يعني. فخلي بالكم النقطة دي. قوي. ما نصحش حد انه يؤجل شغله. اخلص منه على قد ما تقدر. وعلى رأي المثل لا تؤجل عجل عجل لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. ملناش دعوا بعجل دي ما عايش دي غلطة. لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. فعلا المثل ده من الامثال الواقعية. ويا ربي قويكو ويديكو دايما الحكمة يعني ربنا يوفقكو في شغلكو. خش بقى على الجانب العاطفي. عزيب موليد برج الحوت. فرص الارتباط التاني اسجوع من سبتمبر هتكون فرص كبيرة. ولكن في نصيحة مهمة انك تحتاج محتاجين الحكمة في الاختيار. تمام? يعني هيكون فيه فرص الارتباط. معنى كده ان هيكون فيه ارتباط بشكل كبير او يعني لو الكلام ده صح. يعني طبعا انتم عارفين الغيب ده بتاع ربنا ما حدش يقدر تدخل فيه. ولكن لو الكلام ده صح وبقى فيه فرص الارتباط كتير ايا كان عرسان بيتقدموه لك انت قدامك كزا بنت شايف ان فيه اعجاب. آآ اللي عايز اقوله اني الحكمة في الاختيار. دي نصيحة انا شايف انها نصيحة حلوة. يعني مهمة. واللي ما يعملش بيها بيدفع التمن غيلي. بس. فربنا يا رب يبعت لكم الشخصيات المناسبة دي اهم حاجة. ليك وليكي. خش بقى المتزوجين والمرتبطين. المتزوجين والمرتبطين. الاسبوع التامني من سبتمبر ركزوا وانا عارف ان موالي برج الحوت فيهم الحتة دي يعني مش بتوع مشاكل. ولكن هو مكتوب اني هيكونوا محتاجين تضحيات الفترة دي عشان الامور تستقر. عايز اقول ان احنا كلنا كلنا علشان في حاجات نعديها احنا محتاجين تضحيات. يعني محتاجين ده. آآ سواء انت او انت. فمش عيب ان انت او انت تضحي شوية عشان بيتك. وانت برضو عشان مرتبطة بي. وانت كذلك مش عيب ان انت تضحي شوية عشان بيتك. فيه اسر اسر بتعمل ده وبيتها ماشي هادي وسلام لحد كبير. طبعا مش بنسبة مية في المية مفيش بيت مفوش مشاكل طبيعي. يعني احنا بشر وبنختلف مع بعض. ولكن فيه اسر بتقدم فعلا تضحيات عشان خاطر بيتها. وعشان خاطر زوجة بتقدم تضحيات عشان خاطر راجلها اللي بتحبه وعشان بيتها. وكذلك فيه راجل بيقدم تضحيات عشان الزوجة اللي بيحبها والانسانة اللي بيحبها وعشان بيته برضو. فمش حاجة عيب ان انت تقدم تضحيات بالعكس. ده منتهى منتهى النبل والحب والوفاء كمان. فربنا يعينكو يا رب ويهدي سرر وكل بيت ويقويكو على اي تضحية. وآآ يعني مش عارف اقول ايه بصراحة. يمكن الدنيا تبقى كويسة وما تستحقش تضحية. ولكن احنا في زمن يعني للأسف آآ لازم يبقى فيه شوية تضحيات. وهرجع اقول ده مش عيب. بالعكس ده حاجة جميلة. من اي طرف من تاني سواء انت او انت. خشوا بقى على الجانب الاسري. الجانب الاسري هو مش طويل خالص. لان هو مفيش تجمعات اسرية. في تاني اسبوع ده اللي بكتوب يعني وقاريته. تاني اسبوع من سبتمبر الفين اتنين وعشرين هيكون آآ يعني مفيش خالص. مكتوب معدوم من التجمعات الاسرية. يعني يعني انشغالات بقى او ظروف الله اعلم. ولكن مفيش تجمعات اسرية من في الاسبوع التاني من سبتمبر. لمواليب برج الحوت. خش بقى الجانب المالي. الجانب المالي. عايز اقولكو ان اغلبية الابراض في الجانب المالي تقريبا بتحدف نحية الحتة دي. مكتوب اني مواليب برج الحوت محتاجين ميزانية من الاول الاسبوع التاني للمصاريف. وده علشان تجنب النتائج السلبية. تاني يعني انتو محتاجين تعملوا ميزانية. يعني الكلام تقريبا قريب من نفس البرج ديله. ولكن هو كل الابراض بصراحة الفترة دي يعني التوقعات بتقول على المصاريف اني لازم ينتبهوا المصاريفهم. ولكن هنا هو بيقول هيا لك بقى بالقريته اني انتو محتاجين ميزانية. هو ظهر كمان برج الحوت مصرف بطبعه يعني. او كريم اوي. هو الكرم مش حاجة وحشة يعني. بس كل حاجة في المعقول بتبقى كويسة. وفي فرق باني يبقى كريم واني حد يستغليني. يعني في فرق. اه فالقرم دي حاجة كويسة وصفة جميلة ويعني صفة جميلة اوي. فالمهم خلينا في حتة الميزانية. فانتو محتاجين تعملوا ميزانية علشان اللي جاية دي مهمة اوي بقى. تجنب النتائج السلبية. واضحة انك لو ما عملتش ميزانية ممكن بعد كده تدخل في مشكلة يعني بسبب المصاريف. او تدخل في ازمة او زنقة كده يعني. ويا رب طبعا الكلام ليك وليكي. ويا رب يرزق الجميع ويبعد عنكم اي ازمات مالية. ودي كتوقعات برج الحوت لشهر سوري تاني اسبوع من سبتمبر الفين اتنين واشي. مش عارف انا لغبات كتير انا. يا رب يكون الفيديو عجبكم او لو فدت نظركم الحاجة. لو عجبك الفيديو او عجبك تسوش عموني بلايك. ولو مش مشترك او مشترك اي رب تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من فيديهاتنا وا. شكرا وليكو. بسلامة.